بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين باب مولد أبو الحسن الرضا عليه السلام من كتابي وصول الكاف الشريف قال الكلين رحمه الله ولد أبو الحسن الرضا عليه السلام سنة ثمان وأربعين ومئة في سنة شهادة الإمام الصادق عليه السلام كان بين شهادة الإمام وولادة الإمام الرضا يوم خمسة وعشرين من شوال شهادة الإمام الرضا عليه السلام اهدعش ذي القعدة ولادة الإمام الرضا عليه السلام فإذا كان شوال ناقص فيصير خمسة عشر يوم الفاصلة إذا كان شوال تام فيصير ستعشر يوم يعني يوم السادس عشر من شهادة الإمام الصادق ولد الإمام الرضا عليه السلام وقبض في صفر من سنة ثلاث ومئتين وعلى قول مئتين واثنين وهو ابن خمس وخمسين سنة واختلف في تاريخه إلا أن هذا التاريخ هو أقصد إن شاء الله وتوفي بطوس في قرية يقال لها سناباد من نوقان الآن يقولون لنا نوغان هناك ودفن بها وكان المأمون أشخصه من المدينة إلى مارو على طريق البصرة وفارس فلما خرج المأمون وشخص إلى بغداد أشخصه معه وتوفي في هذه القرية وأمه أم ولد يقال لها أم البنين خلاصة التاريخ الذي جاء به ولكن هي خلافات في أمور أمور المهم هو هذا منها سنة الولادة وسنة الوفاة والأشهر الرواية الأولى من هذا الباب عن هشام بن أحمر الحديث صحيح السند قال قال لي أبو الحسن الأول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام هل علمت أحدا من أهل المغرب قديم سمعت جاي أحد من المغرب من بلاد المغرب قلت لا قال بلى قد قدم رجل فانطلق بنا قموا الروح فرد واحدنا خاص جاي فركبت فركب وركبت معه حتى انتهينا إلى الرجل يا هو اللي جاي من المغرب جاي بجواري مغربي وياه فإذا رجل من أهل المدينة معه رقيق فقلت له أعرض علينا طلع الجوار اللي عندك فعرض علينا سبع جوار كل ذلك يقول أبو الحسن لا حاجة لي فيها مو هاي مو هاي ثم قال أعرض علينا فقال ما عندي إلا جارية مريضة فقال له ما عليك أن تعرضها خجيب خلنشوفه مشكلة فأبى عليه ما قبل فالإمام عليه السلام قال يلا ايفه مش أن نرجع فانصرفه ثم أرسلني من الغد في اليوم إذن قال إنت روح بعد ملازم أنا أجي قل له كم كان غايتك فيها هاي الجارية المريضة اللي ما قبل تطلع إياه إش قد تريد عليها قال كذا وكذا ورب العالي إذا قال لك فقل قد أخذتها لتناقشه خذه فأتيته وما كنت أريد أن أنقصها من كذا وكذا المبلغ اللي قال فقلت قد أخذتها قلت لما يخال فقال هي لك البيع صار خذتها هي لك هاي مبدال بعت واشتريت هاي صيغة البيع هكذا تمت ولكن أخبرني من الرجل الذي كان معك بالأمس اللي رأي يشتريها ما أطيناه إياه فقلت رجل من بني هاشم قال من أي بني هاشم فقلت ما عندي أكثر من هذا ما أدري شنو هذا ليش يسأل يتجسس كذا شي خفت منه فقال أخبرك عن هذه الوصيفة إني اشتريتها من أقصى المغرب فلقيتني امرأة من أهل الكتاب بالطريق عينت عليها 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 فقالت ما هذه الوصيفة معك شي تسوي بياك هذه يعني أنت وين هذه وين مو مالت كاي الوصيفة كأنه تفرست فيه أنه هذا مو واصل إلى هل مرتبة اللي هاي تكون إليه فقلت قلت اشتريتها لنفسي فقالت ما يكون أن ينبغي أن تكون هذه الجارية عند مثلك يعني أنت ما تسوى لك أربع فلوس هذه الجارية متلوق لك إلى ها شأن هذه إن هذه الجارية ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض ها فلا تلبث عنده إلا قليلا حتى تلد منه غلام يولد بشرق ما يولد بشرق الأرض ولا غربها مثله قال فأتيته بها قلت ليس عيفنا من حجك خلي جيب الجارية جابها وديت للإمام عليه السلام فلم تلبث عنده إلا قليلا حتى ولدت الرضا عليه السلام عن صفوان ابن يحيا قال لما مضى أبو إبراهيم عليه السلام وتكلم أبو الحسن خفنا عليه من ذلك من الذي قتل الإمام موسى بن جعفر صلى الله عليه في السجن هارون هارون كان بعد أيام حكم هارون بعد وفاة الإمام موسى بن جعفر شفنا شفنا الإمام الرضا عليه السلام تصدى لأجوبة المسائل وناس قامت روحوا تجي رفعت تقية فدم مقدار خفنا عليه فقيل له إنك أظهرت أمرا عظيما إننا نخاف عليك من هذه الطاغية هذه الطاغية قتلت أبوك قال فليجهد جهده فلا سبيل له عليه هذا مو قاتلي ليجهد جهده ما يقدر يسوي لي شي وهذا يتضمن أن هؤلاء أصحاب الإمام موسى بن جعف صلى الله عليه كان يقدرون أن الظرف ظرف تقية ولكن الإمام تكلم فأخبرهم الإمام صلى الله عليه بأمر غيبي أنه بزمان هالمقدار ارتفعت التقية مسموح لأتكلم أنا أقدر أتكلم هذا الطاغية لا يصيب لي منه شيء عن أحمد بن عبد الله الغفاري قال كان لرجل من آل أبي رافع يقال له طيس كان له علي حق كان يطلبني فلوس هذا طيس اسمه فتقاضاني قال يطيني فلوسي أطلبك ما عندي ألح علي وأعانه الناس الناس قال ليش ما تطيف له سي يجي طلبك الطي كذا هاي بعد شغل الناس إذا يشوف واحد استضعف البعير إذا وقع ألقع ستشاة تكثر عليك مثل فلما رأيت ذلك صليت الصبح في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ثم توجهت نحو الرضا عليه السلام وهو يومئذ بالعريض مكان الذي كان تابع للإمام موسيقى صلى الله عليه أو للإمام الصادق منطقة أطراف المدينة فلما قربت من بابه إذا هو طلع على حمار وعليه قميص ورداء فالإمام لابس قميص ورداء وراكم حمار فلما نظرت إليه استحييت منه فلما لحقني وصل يمي وقف ونظر إليه فسلمت عليه وقف يمي يحكي وكان شهر رمضان فقلت جعلني الله فداك إن لمولاك طيس علي حقا هذا يطلبني فلوس هذا طيس تعرف وقد والله شهرني يعني أرجوكم مولاك يقول لي يحش علي يقول لي ينتظرني فلماذا جاء إلى الإمام جاء إلى الإمام ويتق ضادينه جيت الأصلية أنه ديشك على هذا لاحظت وأنا أظن في نفسي أنه يأمره بالكف عني أنا قلت حتى الإمام يقول عيف استنتظر ووالله ما قلت له كم له علي ولا سميت له شي ما قلت لي يطلب نش قيد أنا أريد يسك تذك فأمرني بالجلوس إلى رجوعي قل لي أقعد إلى أن أجي أنا فلم أزل اتظرت حتى صليت المغرب وبي شهر شان شهر رمضان وأنا صائم ففاق صدري قلت أخو شتل نشت له وأردت أن أنصرف فإذا هو قد طلع علي شفت طلع شفت من بعيد يعني طلع علي من بعيد وحوله الناس وقد قعد له السؤال ناس اللي يسألون كذا قاعدين بالطريق ينتظرون الإمام يمر وهو يتصدق عليهم فمضى ودخل بيته ثم خرج بعد ما دخل الناس انصرفه طلع تعال تعاني فقمت إليه ودخلت معه فجلست وجلست وجعلت أحدثه عن ابن المسيب والي المدينة وكان أمير المدينة وكان كثيرا ما أحدثه عنه فلما فرغت قال لا أظنك أفطرت بعده بعدك ما فاطر قلت لا فدعا لي بطعام فوضع بين يدي وأمر الغلام أن يأكل معي فأصبت والغلام من الطعام ضرب أكل ما قصرنا أصبت من الطعام فأنا هم شيئت علي فلما فرغنا قال لي ارفع الوسادة وسادة منتش عليها أنا قال شيئ لها وخذ ما تحتها فرفعتها وإذا دنانير فأخذتها ووضعتها في كمي وأمر أربعة من عبيده أن يكونوا معي وصلوني حتى يبلغوني منزلي بالليل بين العريض والمدينة مسافة فقلت جعلت في ذاك أن طائف ابن المسيب الحرس والبن المسيب جماعته يدور وأكره أن يلقاني ومعي عبيدك ذول معروفين سفت من جاي يمك فذول يوصلوني فقال لي أصبت أصاب الله بك الرشاد وأمرهم أن ينصرفوا إذا رددتهم قالهم مش وقت ما أستغنى عنكم قال لي رجعوا عيفو رجعوا وطلعوا ويا مش شوفت مقدار ليستوحش فلما قربت من منزلي وآنست ورددتهم فصرت إلى منزلي ودعوتم السراج قلبي دا يدوك ثمانية وعشرين دينارا وكان فيها دينار يلوح يلمع فشيأك كتابه شيبي فأعجبني حسنه فأخذته وقربته من السراج فإذا عليه نقش واضح كتابه حق الرجل ثمانية وعشرون دينار وما بقي فهو لك ولا والله ما عرفت ما له علي يقول أنا ما جننت أدري الإمام عليه الصلاة والسلام بيّن لي إش قد إليك إش قد عليك ثم قال والحمد لله رب العالمين الذي أعز وليه خلصني ماذا كان يخجلني كان كذا هاي قصة الدور فيها معاني متعددة من خروج الإمام صلوات الله عليه بذلك الشكل المتواضع عودة الإمام والسؤال الناس يسألون بذلك الشكل اللطيف وهو يتصدق عليهم عنايته بهؤلاء وكيف يرفع حاجتهم إيصال إمام طلع يقعدون طرفي الطريق شوكت يرجع إحنا لو نكون هاي فد ابتلاءات بنقدر عليهم صوتك ابتلاءات بنقدر عليهم إحسب من الحرم تريد تروح وتجي إذا أربعين واحد قاعد لك كل يوم كل يوم هاي شكيل شلون حج مصطفى حج مصطفى جزاه الله خير بتكفل هذا الآن ذول الفقر اليتام ياه لي يجي حج مصطفى روح على حج مصطفى روح على حج مصطفى جزاه الله خير حج مصطفى يقوم بهذه الشؤون الله يوسع إن شاء الله علي علي ابن ابراهيم عن ياسر الخادم والريان ابن الصلت هذا الحديث سبحان الله من من ناحية السند مو عالي السند لو يمكن أن يوصف بشيء بالأعلى العالي لوصف به علي ابن ابراهيم عن ياسر الخادم والريان ابن الصلت لاحظتوا ياسر خادم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام شلون يعني هذا شلون سند أصح منه أين تجد علي ابن ابراهيم عن شخص واحد شون سند هذا سند ثنائي مو ثلاثي هناك واحد جمع فرد كتاب اسمه ثلاثيات الكلين جمع الأسانيد المختصرة اللي في كتاب الكافي فرد كتاب سماه ثلاثيات الكلين يعني نفرين الثالث ثلاثة يصل إلى الإمام يعني ثلاثة يصل إلى الإمام هذا ثنائي هذا اثنين يصل إلى الإمام يعني ننقل عن الكلين الكلين يصير ثالث وإلهي ثنائيات هذه قال قال لما لما قضى أمر المخلوع أخو المأمون الأمين محمد الأمين العباسي واستوى الأمر للمأمون كتب إلى الرضا عليه السلام يستقدمه إلى خراسان قال لا أريدك تجي الخراسان فاعتل عليه أبو الحسن بعلل يجيب لعلل يعني ما أقدار يعني اعتذر علل يعني معاذير يعني كان يأتي بمعاذير مختلفة فلم يزل المأمون يكاتبه في ذلك حتى علم أنه لا محيص له ما كتشارة وأنه لا يكف عنه فخرج عليه السلام ولأبي جعفر سبع سنين منه إمام الجبال فكتب إليه المأمون لا تأخذ على طريق الجبل وقم واخذ على طريق المصر والأهواز وفارس يعني دسل جماعة حتى وافى مارو فعرض عليه المأمون أن يتقلد الأمر والخلافة هل قد هذا الرجل يعني يريد يبدي نفسه وكرمه ولكن في الواقع حيل تحتي هذا ليش كان يريد يسوي الإمام خليفة وهو وللعهد فيقتل الإمام تكون الخلافة الشرعية إلى بعد لاحظت فالإمام صلى الله عليه أفشل مخططة هذا النوع فأبا أبو الحسن عليه السلام قال فولاية العهد قال على شروط أسألك أنا أشترط قال المأمون سل ما شئت فكتب الرضا عليه السلام أني داخل في ولاية العاد على لا أمر شايف سلطان بدون سلطنة سلطان بدون سلطنة فالإمام صلى الله عليه يقول لم يخالف بس شنو واحد لا أمر ولا أنهى ولا أفتي ولا أقضي ولا أولي ولا أعزل ولا أغير مما هو قائم وتعفيني من ذلك كله ذن كله أنا ما أدخل فيه فأجابه المأمون إلى ذلك كله أدعيناك ما يخالف بس خلي كن عنوانك وللعهد قال فحدثني ياسر قال فلما حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا عليه السلام يسأله أن يركب ويحضر العيد ويصلي ويخطب فبعث إليه الرضا عليه السلام قد علمت ما بيني وبينك من الشروط في دخول هذا الأمر وقيت لك فبعث إليه المأمون إنما أريد بذلك أن تقمئن قلوب الناس ويعرف فضلك فلم يزل يراده أي يروح ويجي ذاك الوسيط يراده في يراده الكلام في ذلك فألح عليه فقال يا أمير المؤمنين إن أعفيتني من ذلك فهو أحب إليه وإن لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين ترضى بهذا فقال المؤمن أخرج كيف شئت وأمر المؤمن القواد والناس أن يبكروا إلى باب أبو الحسن تعرف معنى الإمام الرضا موقعيته شنو تعرف يعني شنو في حسب الظاهر وللعهد يعني شنو يعني النائب نائب السلطان يعني النائب الأول للسلطان هو الآن بعد الخليفة هو شخصية يريد يطلع ويريد يطلع يطلع وحده يروح ويجي القواد الحرس الجند الناس هي الناس تحب السلطان غير الناس بتعلقين بالرؤساء والسلاطين فقال فحدثني ياسر الخادم أنه قعد الناس لأبي الحسن في الطرقات والسطوح والرجال والنساء والصبيان انترست الطرق والسطوح واجتمع القواد والجند على باب أبي الحسن عليه السلام فلما طلعت الشمس قام فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء من قطن ألقى 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 طرفاً منها على صدره وطرفاً على كتفيه تشمر خلا لي وراء ثم قال لجميع مواليه افعلوا مثل ما فعلت انتوا هموا بهالشكل طلعوا ثم أخذ بيده أكاز ثم خرج ونحن بين يديه وهو حاف قد شمر سراويله شوي صعد لفوق إلى نصف الساق وعليه ثياب مشمر فالهيئة الآن صورها شلون هايئة فلما مشى ومشينا بين يديه رفع رأسه إلى السماء فك وكبر أربع تكبيرات فخيل إلينا أن السماء والحيطان تجاوبه تكبير من كل مكان دا يطلع والقواد والناس على الباب قد تهيئوا ولبسوا السلاح وتزينوا بأحسن الزينة فلما طلع علينا بهذه الصورة فلما طلعنا عليهم بهذه الصورة وطلع الرضا عليه السلام وقف على الباب وقف وقف شوية على الباب ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا يوم عهيد الله أكبر نرفع بها أصواتنا قال ياسر فتزعزعت مره بالبكاء والضجيج والصياء قلبة الناس ما شايفين الدين الحقيقي هذا التكبير الحقيقي هذا هذا التكبير الصلاة هذه فلما نظروا إلى أبل حسن وسقط القواد عن دوابهم ورموا بخفافهم نزعى والخوف والأحذية اللي لابسي الإمام ماشي وسقط القواد عن دوابهم ورواب بخفافهم لما رأوا أبل حسن حافيا وكان يمشي ويقف كل عشر خطوات ويكبر ثلاث مرات كل عشر خطوات ثلاث مرات يكبر قال ياسر فتخيل إلينا أن السماء والأرض والجبال تجاوبه وصارت ماروا ضجة واحدة من البكاء وبلغ ذلك وبلغ المأمون ذلك وصل الخبار فقال له الفضل ابن سهل ذو الرئاستين يا أمير المؤمنين إن بلغ الرضا المصلى على هذا السبيل افتتن به الناس والرأي ياخذ الرأي إلى وينتهي أمرك افتتن به الناس والرأي أن تسأله أن يرجع هذا رأي قل له خليه يرجع نكلمه احنا قوار الضينات طلعناه قال له ماكو شاره لازم ترجعه فبعث إليه المأمون فسأله الرجوع فدعى أبو الحسن بخفه وقف قال جيبوا الخف تغيرت الأمور طالع للعبادة الآن منعوه من ذلك فلبسه وركب ورجع الناس الناس عرفوا أنه الإمام صلى الله عليه منع من إقامة صلاة العيد هذا كان طلعة الإمام الرضا صلى الله عليه وسلامه بهذا الشكل وبهذه التفاصيل فلو كان الأم صلى الله عليه يقيمون هذه الشعائر صدق ذو ليقول لك لفتتن به الناس الناس كان يشوفون الدين الحقيقي كان يرون المعنويات الحقيقية يشوفوها بعينهم هاي المعنويات يقول الحيطان السماء الأرض الجبال الجاوب الناس مو قوتر هاي المو قوتر يخافون من الأئمة عليهم الصلاة والسلام يخافون منهم لأنهم وألقيت عليك محبة مني والمحبة في قلوب هكذا جعل الله محبة في القلوب نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على طريقهم وديدنهم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطائرين